تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 324 لسنة 2024 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن دوي الحالات الصحية المتراجعة أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن المحكوم عليهم المشمولين بالقرار من كافة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية وذلك وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطوة إنسانية تعزز من القيم الاجتماعية والوطنية وتراعي ظروف الإنسانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 2024 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وهي خطوة بعثت الأمل والحياة في المفرج عنهم خاصة أنها لا ترتبط بمناسبة وطنية مثل باقي قرارات العفو وإنما جاءت استثنائية ببعد إنساني مليون تحية لللي قال حق الحياة دنيا جديدة للعاوز طول مجاة يا مصر وفيت بوعدت بالإنسان يا فتح تبا علمنا معنى الخياة 605 نزيلا بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي وفقا للمراجعات القانونية من لجان العفو الرئاسي التي شكلها قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لتحديد المستحقين للعفو شكر للينا داود دافو رسالي الحياة حق الإنسان يا حلم حباء وبلاء وخيمت لهم احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الاستثنائي الذي فتح لهم باب آمل وحياة العفو الرئاسي اللي عمله أستاذ الرئيس دا الدليلين هو فكرنا ومهتم بينا جدا ويعني احنا مش عارفين يقوله ايه يعني في الصراع كانت الرقافي خيره علي بيعمله معانا وفي البلد وفي كل حت بالنسبة لكرار السيد الرئيس لما هذا القرار كأنه أحيا الإنسان من جديد وإحنا بنحمد ربينا أنه ربينا أحيانا من جديد وفرحه لا وصفه له ده حاجة ده أنا دماء بتنزل مني أنا وعد واحدة بالفرحة ربنا يخليك يا رئيس ربنا يخليه ربنا يخليه اللي عملوا معانا ده ما حصلش قبل كده في سجون مصر كله الرئيس السيسي يفيه شرر المرض ويراضيه زي مرضانا يا رب ده برض خاطرنا وفرحنا بسكل ناس متدهين برضو يعني حس بينا وفكر فينا أنه احنا كبار التنة مش مستحملين فرحانا جاو 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 فرحانا يا سيسي جاو اللي انت بطلحتني لعيان ويدبل خاطرك ويخليه الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب لك يا رب أسنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أعدتهم للاندماج في المجتمع وفقا لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعي حقوق الإنسان والسعي نحو تحقيق الأفضل في حياتهم الجديدة في وطن يحترم ويستوعب الجميع الراجل ده حس بينا والتعابنا الراجل ده رب لنسره على من يعدي يا رب وقد شهد محيط مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات تجمع أهالي المفرج عنهم الذين استقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم وثمنوا غالياً على القرار الرئاسي الذي يعد مفاجأة لهم بكل المقاييس ويجسد استراتيجية الجمهورية الجديدة في احترامها لقرامة وحق الإنسان نشكر الرئيس على الفرحة دية شكبين للسيسي شكبين للسيسي هذا القرار أهم القرار في حياتي كلها ألف شكري يا راجل اللي انت روحتنا لعيان يا ربنا يخلي لينا ويبارك له وخلي لينا ويطلع الأختي عبد الله ربنا يخليك لمصر وربنا يعينه أحلى حاجة عملتها اللي انت طلعتنا ومنا بالسلامة ربنا يخليك لينا يا رب دحيا مصر دحيا مصر دحيا جمهورية مصر العربية عيش السيد الرئيس على العافو الكبار السلم عب فتاح الشيسي أحفى عنا في الدنيا ربنا يحفى عنا في الآخرة ربنا يحفى عنا في الآخرة كيف أحفى عنا في الدنيا الله أكبر قرار رئاسي إنساني يرتكز على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفرصة لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع بشكل إيجابي ويجسد حرص الدولة على دعم القيم الإنسانية والاجتماعية فرحة كبيرة بين المفرج عنهم وذويهم بهذا القرار الرئاسي ذو البعد الإنساني بالإفراج عن عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من كبار السن والحالات المرضية هذا القرار الرئاسي يؤكد على البعد الإنساني في السياسة العقابية التي تسعى إلى سرعة دمج المفرج عنهم في المجتمع عبدالله بركات التلفزيون المصري